صباح الخير كيف كون بفيديو اليوم الكتير بسيط حبيت شارك مع كون شو اكلت بنهاري اكل صحي وطيب على الصباح حبيت بلش نهاري بفنجين كوفي وشربته برا لانه التقس كان شوي صغيرة دفا نحنا عنا هلأ كتير كتير برد بعد ما شربت القهوة تقريبا ب 4-5 ساعات بلشت جوع بدي عمل ترويقتي اجا على بالي اعمل توست مع افوكادو وبيد ترويقه بتشبع متوازنة وكتير طيبة بترويقتي اغلب الوقات بحبي يكون بقلبه كابز فبجري بلاقي صودة و توست خبز يكونوا من القمحة الكاملة في بقلبه مزور وما فيون كتير سكر بدي علي 2 ايجز البيد ما في كتير كالوريز بيشبع ومصدر للبروتين وبيدي استعمل نص حبة افوكادو على غازي صغير حتيت مقلة اللهم صلي عن النبي بدي يحمس السودة حتيتهم على المقلة ودهنت عليهم دهنة صغيرة على الميتين زيت زيتون اللبتون لحتى يتحمسوا ويصير لونهم اشعر للأفوكادو حتيت لون رشة ملح كتير صغيرة ورشة بهار اسود وفعستون لأفوكادو في بيقلبه دهن صحية اللهم صلي عن النبي وبيشبع كتير وللبيد كمان رشة ملح صغيرة ورشة بهار اسود بالمقلة حتيت ملعة زيت زيتون تركتون لحتى يحموا شوية صغيرة وقاليت البيد البيد ما على طول بحركون ايام بعملو نوعيون ايام بحركون حسب شجاعة بالي بعد ما حتيتهم فوق بعض رشات عليهم رشة تشيلي فلايكس وايام بحط عليهم زعتر او سماء كمان بطلعوا كتير طيبين قطعت حد منو نخيارة فيكن تحطوا الخضرة يلي بتكون اياها فلايف لخضرة بنادورة المهم يكون في خضرة وهيترويقتي الصحية المتوازنة واهم شي انو كتير طيبة صارت جاهزة صحتان بعد ترويقتي ماعد اكلت سناك ما شاء الله لانو الترويقة بتشبع على الساعة واحدة حبيت اشرب فنجان غوين تشاي بيجي بقلبه مطيبات قرفة هيل كتير طيب وبتحسوا هيك شوي سبايسي نقعتهم بمي سخنا تقريبا خمس دقايه والشبت فنجان غير شكل على الساعة اربعة بلشت جوع عملت غداية وفيكن تقولوا العشاء كمان بزيت الوقت براماندي فيش مع بروكلي وغرين سالاد غسالت لبروكلي وقطعته قطعة متوسطة لحضر السمك حمات المقلة وحطيت بقلبه ملعقة من زيت السمسم تركتوا ليحموا شوية صغيرة حطيت ثلاث قطعة براماندي فيش هنا بيطلعوا سمكة كاملة حطيت حد منون لبروكلي الشيطلون ملاح وبهار اسود ما بحب حط للسمك اي نوع بهارات تانية لما حطيت السمك اهم شي حطيت ميلة السكين او الجلدة لتحت بحطة على ليون الغطى وبتركن لحتى ينتبخوا بس تلاقوا السمك صار كله لونه ابيض وميلة الجلدة حماريت تفتحوا ليون الغطى وبتقلبون والبروكلي اذا استوى قبل السمك بنشيلون ونحطهم بصحن بها الوقت لحضر للسالاد عملت غين سالاد بسيطة في بقلبس بينيغ وخاص فيكن تعملوا بس سلطة خاص حطيت عليها نص حمضة زيت زيتون وملح وحركتهم مع بعض بعد عشد ضايق قلبت البروكلي فيش لحتى يستوي كتير منيح ولحتى ياخد لون اشقر على الجهة التانية وشلت البروكلي انا ما بحب البروكلي كتير مستوي بحبو يقرش بالتم وهيك غداية صار جاهز غدا صحة متوازن طيب صحة شكله حلو غير شكل الله ما صلي عننا به زي انتم بترانشات الحمود اكلتون ومبساطة فيون والحمد لله رب العالمين ولهون بيكون خلص فيديو اليوم ان شاء الله يا رب بيكون عجبكن بليز اذا بتحبوا هيك نوع فيديوهات خلولي بالكومنتز كرميل عطول صور لكم وصفات صحية وهلا رح قلكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي